السؤال عن الآية هو نريد أن نمنع الذين استضعفوا في الآرض ونجعلهم أئمة الآية التي جاءت في سورة القصر وهي الآية الخامسة ونريد أن نمنع الذين استضعفوا في الآرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين السؤال قطعا إن الاستضعاف في هذه الآية الشريفة لا يقصد منها أئمة الهدى أقول للسؤال قطعا هم المقصودون بحسب الروايات مثل ما هو يقول قطعا إن الاستضعاف في الآية الشريفة لا يقصد منها أئمة الهدى فمن هم المستضعون أقول قطعا بحسب أحاديث أهل البيت وكثيرة جدا هذه الأحاديث هذا هو الذي قلته من أن الثقافة الشيعية ما هي بشيعية لأنني دائما أقسم التشيع إلى نحوين التشيع للعترة الطاهرة وهذا لا وجود له والتشيع لمراجع الدين لمراجع الشيعة وعلمائهم وهذا هو الموجود بيننا التشيع للعترة الطاهرة لا وجود له لا وجود له لقد بحثت عن ما يقرب من أربعين سنة فلم أجد له أثرا في المكتبة الشيعية إطلاقا ما يقرب من أربعين سنة هذه الكلمة الآن تسمعونها مني في ثانية أو ثانيتين ولكني حقيقة أقولها أقولها حقيقة ما يقرب من أربعين سنة قضيت من عمري أبحث في المكتبة الشيعية ما تركت لا مخطوطا ولا مطبوعا وأعتقد أن الذي يتابع أحاديثي يعرف مدى الطلاع على المكتبة الشيعية بكل تفاصيلها فما وجدت أثرا للتشيع للعترة الطاهرة نعم هو موجود في نصوصهم نعم هو موجود في قرآنهم إنني أتحدث عن كتب علمائنا فإن كتب علمائنا تتحدث عن تشيع آخر وهو التشيع للمراجع وللعلماء وللفقهاء الشيعة الذين جاءون بفقه وبعقيدة وبتفسير للقرآن لا علاقة له بالعترة الطاهرة وهذا الأمر الذين يتابعون برامجي أثبته بمئات ومئات من الساعات بالمصادر القطعية وما رد عليها أحد لأنها حقائق لأنها حقائق لا يستطيع أحد أن يرد عليها نعم يسبونني يجتمونني هذا شيء آخر ولكن الحقائق لماذا لا يردون عليها حقائق واضحة وجلية المشكلة هي هذه وأنتم تلاحظون هذه الثقافة التي تتجلى وتظهر من خلال الأسئلة والأحاديث كما قلت في الجزء الأول من هذه الندوة من أن الرجال صناديق مقفلة مفاتيحها الأسئلة أعود إلى الآية ونريد أن نمنع الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين الاستضعاف في منطق الكتاب والعترة الاستضعاف يأتي بمعنيين هناك معنى لغوي للاستضعاف المعنى اللغوي للاستضعاف مأخوذ من الضعف أو من الضعف يقال الضعف ويقال الضعف فحين يكون الإنسان ضعيفا قد يكون ضعيفا جسديا فيزيائيا عضليا وقد يكون ضعيفا معنويا من جهة المنزلة الاجتماعية وقد يكون ضعيفا من الجهة المالية مفتقرا للمال هذا هو الاستضعاف اللغوي وأنا لا أريد الحديث عنه الاستضعاف الذي تحدث عنه القرآن له معنيان هناك استضعاف سياسي وهناك استضعاف عخائدي أو استضعاف شرعي الاستضعاف هنا هو الاستضعاف السياسي فلا يعد نقصا على الأئمة لأن سائلة تصور أن الاستضعاف هو نقص المستضعفون في الكتاب الكريم من أسماء العترة الطاهرة من أسماء أئمتنا في روايات أهل البيت المستضعفون الحديث هنا عن الاستضعاف السياسي هناك الاستضعاف العقائدي أو الاستضعاف الشرعي المستضعف بالمعنى العقائدي أو بالمعنى الشرعي هو الذي لا يستطيع أن يثبت الحق أو أن يثبت الباطل لا يمتلك قدرة عقلية بالنحو الطبيعي العادي هناك هناك عنده مشكلة في مستوى الإدراك هذا هو المستضعف هذا المستضعف الشرعي هذا الذي لا يعد من أهل الإيمان ولا يعد من أهل الكفر وإنما يلحق في ذيل أهل الإيمان القرآن حين تحدث عن المستضعفين من الرجال والنساء إنه تحدث عن المستضعفين من الرجال والنساء في الأفق العقائدي والشرعي الذين لا يملكون القدرة على تمييز الحق من الباطل أما الآية هنا الآية هنا تتحدث عن الاستضعاف السياسي الكلام نفسه الذي مر علينا قبل قليل في الجزء الأول من هذه الندوة حين تحدثت عن دولة إبليس عن جولة الباطل أهل الحق جميعا في مرحلة دولة إبليس أو جولة الباطل يقال لهم مستضعفون الأنبياء الأوصياء المؤمنون وعلى رأسهم المصطفى وآل المصطفى الجميع يصطلح عليهم المستضعفون المستضعفون يعني الذين لم تتوفر لهم الظروف لتطبيق لتطبيق البرنامج الإله هؤلاء هم المستضعفون الذين نفس الكلمة التي يرددها سيد الأوصياء يرددها أئمتنا لو ثنيت لي الوسادة لقلت كذا وكذا لفعلت كذا وكذا لو ثنيت لي الوسادة هؤلاء هم المستضعفون الآية هنا تتحدث عن الاستضعاف بهذا المعنى هذا منطق العترة هذه الخلاصة خلاصة مستقات من حديث العترة الطاهرة لا أجد مجالا أن أورد لكم الروايات رواية الرواية لأن هذا سيفتح لي بابا من الحديث عن كل رواية سأوردها زبدة المخض من مجموع أحاديث العترة الطاهرة المراد من المستضعفين هنا هو هذا المعنى الذي بينته الأنبياء الأوصياء الأولياء في مرحلة جولة الباطل منذ زمان أبينا آدم حتى آدم داخل في هذا العنوان في عنوان المستضعفون منذ زمان أبينا آدم فإن أبانا آدم في الوقت الذي نزل فيه إلى الأرض نزل معه إبليس في نفس الوقت ولذلك القرآن صريح واضح حين يتحدث قل نهبط منها جميعا آدم حوى إبليس في نفس الوقت قل نهبط منها جميعا إلى آخر ما جاء في الآيات في سورة البقرة فمنذ زمان أبينا آدم إلى زمن الظهور هذا المقطع الزماني هو مقطع المستضعفين متى سينتهي هذا الاستضعاف ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض حينما يظهر إمام زماننا في الروايات التي تحدثت عن ولادته الشريفة السيدة حكيمة هي التي تحدثنا من أن الإمام حين لامس الأرض كان يتلو هذه الآية ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض وباقي الكلام ليس مهما لأن الكلام المتبقي قد بني على الكلام السابق